السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المطبخ بيلهانا مع مونة هقدونكم النهاردة طريقة طاجن المكارونة طاجن المكارونة اللي احنا دايما بنشتهيه وبنحب ان احنا ناكله برا ازاي انت هتعمليه في البيت اجمل من محلات تعالوا معي وخليكم معي خطوة خطوة هنا المقادير بتاعتي نص كيلو مكارونة وياريت ان انا استنضف نوع المكارونة ويكون كويس علشان ما يتكسرش مني في التسويه هنا معي طماطم مفرومة حوالي نص كيلو تقريبا هنا بسالتين كوبار متقطعين او تلاتة متوسطين هنا معي ربع كيلو بس لحم مفروم معي هنا كمية من الزيت معي هنا بقى فلفل احمر وفلفل اخضر فلفل اخضر طبعا حرق حسب الرغبة والاحمر هنا معي بقى جنزبيل وبهارات سبع بهارات وسكر رشد سكر وحبهان وفلفل اصمر وملح ومعلقة كبيرة طوب نبدأ في التحضير هنا حطي نص كمية الزيت بس مش كتير وهبدأ في اللحمة هنزل الاول البصل كل مرة انتم متعودين ان انا انزل لكم الاول اللحمة النهاردة لأ انا عايزة ادبل البصل بعدما البصل ما دبل معي حوالي دقيقتين بالزبط نزلت الفلفل دايما بقول الفلفل حسب الرغبة اللي حابب الفلفل الاحمر اخضر اصفر براحتك خالص حابة تستغني عن الفلفل برضو براحتك هنا بعدما الفلفل ما دبل معي وتأكدت ان هو دبل هو هو البصل هنزل اللحمة واقلبها تقدر انك انت تعملي الوجبة ديت يعني وجبة تعتبر وجبة متكاملة جنب سلطة وتمشي يومك حطت الجنزبيل وهجيب بقى الدوابل بقى واقول لكم هنحط ايه هنحط رشة خفيفة من الملح حسب الرغبة طبعا ونص كمية الفلفل الاصمر والسبع بهارات والجنزبيل طبعا حطيت الحبهان والجنزبيل والفلفل الاصمر والملح والسبع بهارات واقلب كويس اوي هشلها حطها على عين البتجازي التانية وبعدين هشتغل فصص الطماطم عشان ما نتعطلش هنا معايا بقى الحلة بتاعتي حطيت فيها الزيت جملت بشوية زيت تاني علشان الزيت كان قليل معايا هنا بقى هنزل التوم واقلبه تقلبه تخلي لونه احمر الطريقة دي جميلة جدا 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 يعني بجد لو جربتوها هتحبوها هقلب التوم بتاعي بقى لحد ما يحمرني مني كده هنزل بقى بسوس الطماطم سوس الطماطم بالضبط هيغلي حوالي 3 دقايق بالكتير حطيت رشة السكر معلقة السكر الصغيرة وحطيت بقى الملح وحطيت الفلفل الاصمر هنا شكل اللحمة بعدا ما استويت معايا تمام كده طبعا سوس الطماطم قعدته بالضبط على البوتجز نارة عالية 3 دقايق نار هادية يعني متوسطة 5 دقايق علشان نبقى عارفين دهانت الطاجن الصغير والطاجن الكبير بالزيت علشان لما قاجي اقلب المكرونة تتقلب معايا بسهولة اللي حابب اللحمة يسيب الطاجن بزي ما هو ويغرف كده منه ياخد منه ويسرفس براحته خالص يعني بتخلي اللحمة بقى في الحالة دي من فوق مش من تحت انما لو هتقلب الطاجن يبقى لازم انك انت تخلي اللحمة من تحت هسوي اللحمة بالشكل ده طبعا المكرونة ما بتتسلقش طبعا اللحمة اليه لكتير حسب رغبتك انت انت كست بيت اللي انت بتحبيه بتعملي كده انا سويت المكرونة في الطاجن وفي الطاجن الكبير والطاجن الصغير هنا بقى سوس الطماطم بتاعي هزوده مي يفضل انه هو يبقى خفيف قوي المية بتغلي من الكتيل بتغلي اهي شايفين السوس عامل ازاي خفيف خالص اشربها وحرك الطاجن كده عشان اعرف السوس وصل لفين شايفين بس كده لو زادت عن كده المكرونة هتتعجن منك وهتبقى يعني طرية زيادة عن اللازم خلوها يبقى شوية فيها يعني ايه تكة كده نقصة تبقى جميلة قوي يعني المكرونة المزبوطة والطاجن ده كده خلاص طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 220 والشبكة في نص الفرن والشبكة من فوق مش من تحت دايما بحط تحت التواجن صنية علشان تساعدني في ان انا اطلع الطاجن ادخله بسفولة جدا هغطي بقى الطاجن الصغير والكبير بورق الالواني هحط الاتنين كده وادخلهم الفرن نص ساعة بالزبط وتكلي احلى طاجن طبعا هنا الطواجن بعد ما خلصت معايا دفيت شوية كده فيها قلبها قلبها بقى بسم الله ونشوف الجمال بتاع الطواجن حاجة جميلة ولزيزة وبجد ما اقولكوش يعني حكاية شوفوا بتتكلم عن نفسها جميلة دي طريقتي في التقديم النهاردة يا رب تكون عجبتكم لو عجبتكم لايك وشير وصيب اسكرايب لكانتي على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي من النحال اشتركوا في القناة